المجموعة 5 من الشقوق القاعدية نأخذ أملاح الباريوم مع كولوريد الأمونيوم هيدروكسيد الأمونيوم كربونات الأمونيوم نبدأ نأخذ جزء من أملاح الباريوم كولوريد أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم كربونات الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض من كربونات الباريوم طيب لو جينا في حالة الاسترانشيوم هنأخذ جزء من أملاح الاسترانشيوم كولوريد أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم كربونات الأمونيوم زي ما احنا شايفين أيضا تكون راسب أبيض من كربونات كربونات الاسترانشيوم في حالة الكالسيوم هنأخذ جزء من أملاح الكالسيوم مع نفس الكواشف كولوريد أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم كربونات الأمونيوم زي ما احنا شايفين أيضا تكون راسب أبيض من كربونات الكالسيوم يبقى في الحالات الثلاثة ادانا راسب أبيض طب نفرق ما بينهم إزاي في عدة تجرب تأكدية بتقدر تفرق لنا بين أملاح هذه المجموعة فنأخذ على سبيل المثال مع حمض الكابريتيك المخفف أو مع كابريتات الكالسيوم أي واحد فيهم أنت تأخذها تديك نفس النتائج فلو خدنا أولا نبتدين بأملاح الباريوم هنأخذ جز من أملاح الباريوم مع حمض الكابريتيك المخفف زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض في الحال من كابريتات الباريوم طيب لو جينا في حالة الاسترانشيوم هنأخذ جز من أملاح الاسترانشيوم مع حمض الكابريتيك المخفف زي ما احنا شايفين في البداية ما فيش أي راسب بدأ دلوقتي يتكون راسب أبيض بعد فترة من كابريتات الاسترانشيوم طيب لو جينا في حالة الكالسيوم نأخذ جز من أملاح الكالسيوم مع حمض الكابريتيك المخفف زي ما احنا شايفين ما فيش أي راسب في حالة الكالسيوم النتائج دي هي نفسها لو انت استخدمت حمض الكابريتيك المخفف أو انت استخدمت كابريتات الكالسيوم كابريتات الكالسيوم فيه كمان بعض التجارب التأكيدية التانية اللي ممكن تفرق لنا بين أملاح هذه المجموعة زي محلول كورومات البوتاسيوم كورومات البوتاسيوم فلو خدنا جزء من أملاح الباريوم مع محلول كورومات البوتاسيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أصفر من كورومات الباريوم في الحال طيب لو جينا في حالة الاسترانشيوم هناخد جزء من أملاح الاسترانشيوم مع محلول كورومات البوتاسيوم الدانة راسب أصفر من كورومات الاسترانشيوم كل ما هيقعد فترة من الزمن الراس بيتكون أكتر وأكتر بعد فترة من الزمن طيب لو جينا في حالة الكالسيوم هناخد جزء جزء مفيش أي راسب فيه لون أصفر بس مفيش أي راسب في حالة الكالسيوم لكن الفرق أنه في حالة الاسترانشيوم اللي قبلها كان بيحدث ترسيب بس بعد فترة من الزمن يعني في الأول بيدينا لون بعدين بيبدأ يتكون الراسب دي كمان تجربة تأكدية بتقدر تفرق لنا ما بين أملاحة الزهن المجموعة ممكن كمان معه أجزالات الأمونيوم فلو خدنا أملاح الباريوم ناخد جزء من أملاح الباريوم مع محلول أجزالات الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض طيب في حالة الاسترانشيوم هناخد جزء من أملاحة الاسترانشيوم مع محلول أجزالات الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض من أجزالات الاسترانشيوم طيب في حالة في حالة الكالسيوم هناخد جزء من أملاح الكالسيوم مع محلول أجزالات الأمونيوم أيضا تكون راسب أبيض من أجزالات الكالسيوم طيب كمان فيه اختبار مهم جدا احنا دايما ننبه الطلاب عليه اللي هو اختبار كشف اللهب أو الاختبار الجاف بنسميه اختبار الجاف أو اختبار كشف اللهب وده عبارة عن إن أنا بجيب ساق أو بجيب معلقة بغمسها في محلول الملح لهذه أملاح هذه المجموعة أو باخد الملح الصلب كده وبعرضه ليه مباشرة ليه لهب مباشر فهلاقي إن فيه ألوان مختلفة بتحصل مع كل ملح من دول ففي حالة الباريوم بيدينا لون أخضر تفاحي هلاقي على فواهة أو أعلى اللهب كده فيه لون أخضر تفاحي في حالة الباريوم في حالة الاستيرانشيوم هيدينا لون أحمر قرمزي في حالة الكالسيوم بيدينا لون أحمر طوبي ده اختبار مهم جدا كمان اللي هو الاختبار الجاف أو كشف اللهب وبكده نكون امتهينا من دراسة المجموعة الخامسة من الشقوق القاعدية